بالنسبة لأمان اليوم في عدد كبير من اللبنانيين منتظرين موضوع أمان نحن الدمج أشرف على النهاية برنامج أمان وبرنامج الأكثر فكرا أنا كنت قلت للبنانيين بين 15 و 30 بنا نحول نحن لغاية هذه اللحظة عنا تعسر والتعسر والجعب لكم منه موجود عنا نحن حاضرين تنقدر نحول عنا تعسر عم نحاول نتخطى هذا التعسر إن شاء الله أنه في قبل 15 و 20 الأول قبل 15 و 20 الأول يتم التحويل لمية و 63 ألف عائلة لبنانية عم نشتغل ولكن لازم نعرف أنه عنا مشاكل خارج عن إدارة إرادتنا مثلا إذا تعطل سيرفور بالمالية أنا ما فيني صلح إذا صار حرب خمس ست أيام بيصير في تأخير في موظفين ما بيقدروا يجو كمان هذا خارج عن إرادتنا ولكن بشر اللبنانيين أنه قبل 15 و 20 وبعتزر مرة تانية للتأخير 163 ألف عائلة تقدر يرجع يوصل للتحويل المادي وهذا الموضوع منكون دخلنا بعملية روتينية بتصير شهرية ما عشي يصير في عنا تقطيع بعد عنا كمان نقطة مننا نقولها بموضوع عنا السيارات النقالة موجودة اليوم بكل المناطق ولكن اليوم عنا سيارة نقالة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية رح تنطلق بمنطقة النبطية لأقليم الخروب يحيكون فيها لمراكز الإيواء يحيكون فيها طبيب نسائي يحيكون فيها فريق مع إيكو وأدوية لمتابعة مراكز الإيواء من إقليم الخروب لقضاء النبطية مدعومة من كوريا الجنوبية وهذا المشروع سوف يطلق الأسبوع المقبل على سنتين يعني نحنا ستكون الطغطية على سنتين أما بالنسبة لفريق عمل وزارة الشؤون فيني يبشرون بأن المرسيم اللي إلا علاقة بمعاشاتهم المضيت التحويلات بدأت تصير خلال أيام لبل خلال ساعات وقعنا كل الأمور وإن شاء الله أنه إن شاء الله أنه بيصير مصرياتهم بالبنك بأسرع وقت ممكن وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر